هنتكلم في الفيديوهات الجاية عن النظرية الكروموسومية الكروموسومة بس خلينا نراجع بسرعة الترز او النمط الكروموسومي الكاريو تايب عشان نقدر نفهم النظرية الكروموسومية كويس طبعا زي ما احنا شايفين في الجزء اللي عليمين ده الانقسام الميتوزي اللي هو الميتاتيك ديفيجن زي ما احنا شايفين ده بيحصل فين الخلايا الجسدية دي اسمها الخلايا الجسدية الخلايا الجسدية زي ايه عندنا هنا مثلا الجلد عندنا هنا العضلات عندنا هنا الامعاء عندنا هنا العظوم وزي طبعا عند الفيميل يبقى ده بيحصل فين في الخلايا الجسدية اللي هي لكن في حاجة بقى اسمها الانقسام الميوزي الميوزي اهي ده بيحصل فين في حاجة اسمها الخلايا المناسل. دي خلايا المناسل. خلايا المناسل زي ايه? زي المبيضين اللي هما الموجودين في الفيميل او الانثى. والخصيتين او طبعا بنقول مفرد وتستيس جمع. موجودة فين? في الذكر او في الميل. ذكرنا برضو ان اول اتنين وعشرين كموموسوم زي ما شوفنا هنا من واحد. خلاص لحد هنا اتنين وعشرين. في الكاريو تايب بيكون كروموسومات جسمية. اللي هي بنقول عليها اوتو سومز اور سوماتيك كروموسومز. ودول زي ما احنا شايفين. هنا الميلة هو. ده الميل. ودي الفيميل. بيكون متشابهين ما بين الميل والفيميل. يعني هنا الكروموسومات الجسمية ما بين الميل والفيميل. ما فيش اختلاف ما بينهم. احنا عايزين نركز بس في الاخير ده. الكروموسومة الاخير ده. لكن بالنسبة للكروموسومات الجسمية اللي هي السوماتيك او الأوتو سومز دي بتكون متشابهة بين الذكر والأنذر ذكرنا برضو ان هي بتترتب في أزواج متمثلة زي ما احنا شايفين اللي هو رقم واحد ده زوج متماثل شكله زي بعضه ورقم اتنين ده زوج متماثل يبقى بنقول عليها ايه يعني كل كروموسوم بيحمل نفس الجينات بنفس الترتيب في نفس الموقع معلش عايز ارجع هنا زومنج هنا سريع نروح هنا كده عشان نشوف الحتة دي كويس قلنا كل ايه كل كروموسوم خلنا نقول ده طبعا دي تو كروماتيد او كروماتيد ده كروماتيد وده كروماتيد طبعا احنا شرحنا الحتة دي كويس قبل كده احنا مش هدفنا ده ولقتي ان احنا نشرحها تاني احنا هدفنا احنا بنقول ان كل كروموسوم بيحمل ايه نفس الجينات شوفوا الجين ده الجين ده الجين ده اهو قدامه جين زيه جين زيه جين زيه نفس الجينات بنفس الترتيب شوفوا هما ده ترتيب ده الأول ده ده 2 ده 2 ده 3 ده 3 بنفس الترتيب في نفس الموقع يعني هل الجين ده فوق شوية لا الجين ده في نفس المكان يبقى ده نقطة مهمة طيب خلانا نرجع تاني المكانة اللي احنا نشتغل عليه وقلنا عشان نعين كروموسوم من الكروموسومات الجسمية بنستخدم أرقام والأرقام دي بتتناسب عكسي مع حجم الكروموسوم يعني ايه إحنا قلنا هنا لما بنيجي تعين الكروموسومات الجسمية بنقول ده 1 ده 2 ده 3 يبقى دي ده ترتيب إيه؟ قلنا تنازلي يعني ده أكبر حاجة بيتناسب عكسي يعني هنا حجم الكروموسوم الSize بتاعه بيتناسب عكسي مع إيه؟ مع نمبر الكروموسوم يعني معناها هنا النمبر لما يبقى قليل حجمه هنا يبقى كبير صح كده؟ يبقى إحنا زي ما احنا شايفين هي حتة التناسب العكسي دي ما بين حجم الكروموسوم ورقمه بس في حاجة بقى عايزين نأكدها ريفين هنا من واحد لحد اتنين وعشرين اسماء الكروموسومات بنعرفها بالارقام مش عايزين نقول ده بعد كده هنعرفه ايه خلاص سواء ده كان هنا الميل او هناك الفي ميل يبقى احنا هنا بنعرف الكروموسومات بالارقام يعني مثلا في حتة كنا ذكرناها قبل كده عندنا من واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر في الكروموسوم الحداشر بيبقى فيه جين الجين ده بي Eagle slowing او الهرمون الانسولين فأدنين ما هنا شايفين احنا عرفنا الجين اللي بيفرز هرمون الانسولين من رقمه قلنا هو في الكروموسوم رقم حداشر يبقى احنا كده الكروموسومات الجسمية ما لهاش اعراق بالاخر الكروموسوم ده قلنا من واحد اتنين وعشرين ده كروموسومات ايه جسمية او جسدية نقول عليها Deutschland او Somatic Chromosomes طيب في حاجة معلش يا جماعة احنا ما قلنهاش في الكاريو تايب وممكن نقولها هنا لان لازم نقولكم المعلومة صحيحة احنا ليه ما قلنهاش برضو في الكاريو تايب لان انتو المطالبين به ان انتو تعرفوا ان الكروموسومات بتترتب تنازليا حسب حجمها لكن حتة برضو للمتفوقين او حتة للناس اللي عايزة تتعلم التعليم طبعا بيبقى في دايما في اضافات يعني الكروموسوم رقم 21 ده اصغر شوية من الكروموسوم 22 ده تم اكتشافه يعني ايه بعد بعد كده موضوع الكاريو تايب متعرف فيعني هم سابوهم زي ما هم لكن الموضوع ان الكروموسوم 21 ده اصغر من الكروموسوم 22 لكن اللي احنا مطالبين نلتزم به ان الكروموسومات بتترتب تنازليا حسب حجمها في الكاريو تايب نرجع بقى لاخر زوج من الكروموسومات اللي هو هنا واخر زوج من الكروموسومات في الفيميل اللي هو هنا قلنا بنسميهم الكروموسومات الجنسية السكس كروموسوم ودول بنمثلهم بحروف مش بارقام لذلك الحرف هنا اكس ده يدل على الكروموسوم اللي بيورث من الانثى حتى لونه بينك كده هو خلاص تمام والواي ده بيدل على الكروموسوم اللي بيورث من الذكر وهنفصل الجزء ده في يعني الرسم التوضيحي اللي على الشمال اكس برضه ممكن يوصل من الذكر حتى لذلك عاملينه بلون ازرق كده الكونكلوجن الاخير ان احنا بنقول ان الكروموسومات الجسدية بتمثل بارقام والكروموسومات الجنسية بتمثل بحروف الاكس والول